اشتركوا في القناة فهل سلم أحد لا يعرف هذا الأمر قال لا إلا من إلا المستضعفين أولئك الذين والروايات انبينت من هم المستضعف هم الذين لم تبلغهم الحجة أو بلغته الحجة ولكنه استطاع أن يقتنع بها أو لم يستطع هم ما ثبتت عنده أنت أقمت له الدليل قال مو كافي هذا الدليل وصادق مو معاند إذا معاند يوم القيامة الله يعرفه قال إلا المستضعفين قلتم من هم قال هذول المسلمين نساؤكم أولادكم هذول عبهم المسلمين هذول كلهم يسلمون من هذا الأمر هم مئات الملايين من المسلمين هذول مسلموا من المستضعفين هذول ثم الإمام سلام الله عليه التفت جيدا فالتفت إلى الرواية هو قيم الرواية قال أرأيت أم أيمن تعرف هاي العجوز اللي أنت تعرفها الإمام سلام الله على بعدي يفكر له المصاديق يقول له تعرف أم أيمن هاي العجوز مولانا ما لدنا ها بالقرى والأرياف قال أرأيت أم أيمن فإني الإمام الصادق إمام الباقر يقول فإني أشهد أنها من أهل الجن وما كانت تعرف ما أنتم بينك وبين الله شوف هذا منطق الرحمة الإلهية المهدات من قبل الأئمة وين وبين هذه الفضائيات البائسة المتخلفة من السنة والشيعة بلا فرق وهو أنه مو فقط المسلمين كلهم إلى النار حتى من لم يوافقه من علماء الشيعة أيضا ماذا إمام إلى النار مولان انتوا روحوا اسمعوا فضائيات الشيعة الآن اللي محسوبة مع الأسف على مراجع يدعون لأنفسهم ما يدعون بمجرد أن يختلفون معهم بمجرد شيء ولهذا يعنون السيد الإمام إمام إلى النار مولان روح أقعوا في المواقع عملته لماذا؟ لأنه اختلف معهم لا يؤمن بما يقوله خلص سيد الإمام شيخ بهجات سيد الطباطباء هذول كلهم كلهم لماذا؟ لأنه لا يتفق مع مع هل جهل هالذين الذين لا يعرف أصلهم من فصلهم ومن أين جاءوا وإلى أين ينتمون ومن أين يتغذون هذا الإمام وما كانت تعرف ما أنتم عليه شوفوا استدلال الشيخ الأنصاري التفتولي جيدا استدلال هذا كلام من؟ هذا حديث عام حديث عام فإن هذا كلام الشيخ الأعظم فإن في قوله ما جهلت شيئا دلالة واضحة على عدم اعتبار الزائد في أصل الدين ما كنش يزود عن الأصلين الذين أشرنا إليهما والمستفاد من هذه الأخبار المصرحة بعدم اعتبار معرفة أزيد مما ذكر في هذا الدين وهو هذا الذي قلناه وهو الظاهر أيضا من جماعة من علمائنا الأخيار كالشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم 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 ترجمة نانسي قنقر